وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المظلين رواه الدارمين وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أثر عظيم فهذه الأمور الثلاثة تهدم الدين أولها قال زلة العالم لأن العالم متبوع يتبعه الناس فإذا زل في مسألة وتابعه الناس عليها انهدم شيء من الدين بسبب هذه الزلة وهذا يفيدنا أمرين الأمر الأول أن على العالم أن يتوقى في فتواه وأن يجتهد في معرفة الصواب حتى إذا أخطأ يكون معذوراً أما إذا لم يجتهد في معرفة الصواب ووقع في الخضاء فليس معذوراً والأمر الثاني أنت أيها المر المستفتي والسائل والمتعلم عليك أن تحذر مزلة العالم العالم ليس معصوماً فقد يخطئ فلا تجعل مزلته ديناً تضرب بها دين الله لأن بعض الناس إذا سمع زلةً من عالم طار بها في الأفاق لماذا؟ لأنه وافقت الهوى الذي في قلبه فلما وافقت الهوى الذي في قلبه جعلها ديناً يضرب بها دين الله فإذا قلت له قال رسول الله قال الله قال هذا رأي العالم الفلاني وشاهدوهم اليوم في وسائل التواصل ووسائل الإعلام ونحو هذه الأمور تجدهم يضربون دين الله عز وجل ويشككون الناس في دين الله بزلة عالمين ونحو ذلك الزلة لا تؤخذ ثرد ويبقى العالم على قدره أما أن يجعل من زلته ديناً لا والله فلا يتبع في كل ما قال إلا النبي صلى الله وإلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا يقع في الخطى في تبليغ شرع شرع الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحة فهذا هو الأمر الأول العظيم زلة العالم تهدم الدين والأمر الثاني قال جدال المنافق بالكتاب منافق منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر ولكن تجده يتعلم الدين ويحفظ الآيات ويحفظ الحديث من أجل ماذا؟ من أجل أن يجادل في دين الله ويشكك عباد الله في دين الله وذلك احذروا يا عباد الله احذروا خاصة في هذا الزمان كثر المنافقون وكثر الزنادقة الذين يتكلمون باسم الدين والدين منهم براء فتجدوا يقول قال الله قال الرسول وهو لا يريد قال الله ولا قال الرسول ولكن يريد أن يشكك الناس فليس الشأن أنك تقول قال الله قال الرسول الشأن هل استدلالك بقال الله قال الرسول استدلال صحيح؟ هنا الكلام فنجد الآن كثيراً من هؤلاء يجادل في كتاب الله ويشكك الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدّعي أنه مسلم بل قد يخرج وعالحيته إلى سرته وعمامته أكبر من رأسه ولكنه ظل مذر ليست المسألة مظاهر المسألة هل هذا المتكلم يتكلم بقال الله قال رسول الله على ما فهمه أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان أم أنه يأتي بدين جديد وفهم جديد ويظل للناس عن دين الله عز وجل لذلك أحذر ليس كل من يخرج اليوم يكون عالماً ويكون داعية وقد يكون داعية إلى ظلال وإلى فجور وانحلال نصر الله العافية والسلامة الثالث مما يهدم الدين قال حكم الأئمة المضلين حكم الأئمة المضلين هم أئمة الجور أئمة الضلال الذين يحكمون الناس بالظلم وبالجور ويحكمون بغير ما أنزل الله فهؤلاء لا شك أن وجودهم يهدم الدين لأن هؤلاء الحكام الواجب عليهم أن يقيموا شرع الله وأن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يساهموا في نشر هذا الدين وفي إقامته وإظهاره فإذا حكموا بغير ما أنزل الله وحكموا بالجور وبالظلم وبالفسق فإنهم يهدمون الدين لأن الناس في الغالب على دين ملوكهم فتجد الناس لا ينكرون على هؤلاء إما خوفاً من بطشهم أو طمعاً في حطام دنياهم فينثلم الإسلام ثلماً عظيمة بسبب هذا ذلك الواجب الواجب على جميع الحكام الذين يحكمون المسلمين أن يحكموا بشرع الله لا بد أن يحكموا بشرع الله لأن الحكم بشرع الله واجب وفرض على الجميع قال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله واحذر وقال سبحانه وتعالى أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك هذا خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله بأن يحكم بما أنزل الله فكذلك الحكام هم أمرون بأن يحكموا بما أنزل الله وإذلك حكم الأئمة المضلين مما يهدم به الدين كما قال عمر رضي الله عنه